إن رسالة فضائية نورسات هي المحبة والسلام والتلاقي وهي من خلال مكاتبها المنتشرة في العالم تسعى إلى إيصال هذه الرسالة المعززة بروح الأخوة والتضامن والتعاون مع كافة المؤسسات الدينية والخيرية من أجل خدمة الكنيسة والمجتمع على حد سواء مكتب نورسات في الأردن ومنذ تأسيسه يعمل على حمل هذه المسئولية من خلال إدارته الممثلة بالدكتورة باسم السمعان المديرة الإقليمية للمكتب والطاقم العامل فيه ففي لقاء محبة جمعت دكتورة السمعان بالسيد منذر النعمات الأمين العام لجمعية دار الكتاب المقدس في الأردن قدم النعمات شرحاً وافياً عن الجمعية ومدى تعاونها مع كافة المؤسسات الكنيسية مشيداً بأهمية نورسات في نقل كافة الأحداث والنشطات خلال العام ومن جانبها أكدت السمعان على دور مكتب نورسات في الأردن ورسالته الإعلامية لكافة العائلات الكنيسية مثنية على التعاون المشترك الذي يجمع المكتب بدار الكتاب المقدس كما قام فريق نورسات بزيارة مماثلة لجمعية الكاريتس والتقى مديرها السيد وائل سليمان وعضاء الجمعية حيث جرى خلال اللقاء حديث مطول بين الجانبين حول استمرار التعاون بين الجمعية ومكتب نورسات الأردن واستمعت السمعان لموجزاً عن نشطات الجمعية وخاصة مبادراتها الإنسانية التي تقوم عليها تجاه اللاجئين والمهجرين بالإضافة إلى خدماتها المقدمة للعائلات العفيفة اشتركوا في القناة